ماذا تريد يا حفيدي الحبيب؟ بطاطس مقلية؟ ممتاز، سأطبخ لك ألذة بطاطس فاحتاج أولاً إلى صب الزيت في المقلات والآن أقطع البطاطس وأقليها بشكل صحيح جدتي، هذه لا تشبيه البطاطس المقلية؟ آآآ لكن هذا أمضل بكثير، هذا يعني أنني سأفوز بهذه الجولة سأقشر البطاطس الآن آآآ التقشر لم ينجح، أنا بحاجة إلى مقشر خاص الآن يجب أن أنجح في ذلك آآآ نعم، هكذا تقطع البطاطس عادة والثانية وقد انتهيت ولا أحد الآن يستخدم المقلات بعد كل شيء لدينا قلاية أضع بها البطاطس وأقليها بزيت فقط أنظر إلى هذه القشرة الذهبية واو، لكن أين البطاطس خاصتي؟ أرقبت بتقشرها كلها ماذا علي أن أفعل؟ لا تقلقي عزيزتي ولكن ما هي البطاطس بدون سلصة؟ الكاتشاب ليس لي أنا الشيف وأفضل الطهات في العالم سيتبخون أفضل معجون طماطم بأنفسهم واو، يا لها من تحفة فنية البطاطس المقلية المثالية لقد سبق للجميع قلي البطاطس ولدي هذه القشور ماذا علي أن أفعل؟ بالضبط أنا أعرف لماذا أهتم عندما يمكنني فقط طلب البطاطس وهيا قد وصلت هل البطاطس محلية الصونة؟ بطاطس مقلية من الشيف؟ أوه، الكثير من الأشياء اللذيذة ما غدا ذلك هذه البطاطس تبدو لذيذة للغاية سأجرب أوه، إنها حرة جدا لا أريد أن أكون شيئا حرا ماذا لدينا هنا؟ لذيذة، أنا أحب هذه البطاطس أكثر هاي، أنا ربحت إذن، ماذا سنطبخ الآن؟ أريد بيضة بكل سهولة يجب تحضير كل الأطباق بحب لذلك سيكون البيض المخفوق على شكل قلب أحتاج إلى قليل نقانط ثم سأكثر بيضة في الداخل اتضح أنه رأى فقط ماذا؟ ماذا؟ حدث؟ ثم سأضيف الحليب والآن لا يمكن رؤية أي شيء شاهدوا وتعلموا هذه الطريقة التي أطبخ بها الطهات الحقيقيون نحن بحاجة إلى محمصة سأقطع البصل والثوم ثم سأقطع الأفوغادو أمزجهم معاً هذا رائع الآن سأخلط كل شيء بالخلط نتج معنا مزيج كبير أحتاج إلى دهنها على الخبز المحمص هكذا والآن هيا لأي واو واف اتضح أنه رائعاً حقاً أنا بحاجة لتقديمي الطبق بشكل جميل أيضاً الكاتشب والخلط سيساعداً في ذلك عزيزتي هل أنت متأكدة؟ لنرى لنرى لا يبدو جيدا جدا ووو قلب جدتي هذه البيضة المخفوقة بتأكيد لك سأضع الشوكة وأكل بيدي طعم شهي ماذا لدينا هنا؟ يبدو مثل للإهتمام ماذا عن الطعم؟ حسنا شعور غريب فازت جدتي بالتأكيد حافيدي أنا سعيدة جدا ماذا سنتبخ هذه المرة؟ بيزا بيزا هذا شيء المعقد كيف سأحضرها أصلا؟ ربما أحتاج إلى عجل العجين نجحت؟ أو لا لماذا هي لذيجة جدا يا إلهي؟ حسنا عزيزتي لدي فكرة أخذ عجينتي؟ شكرا جدتي لكن ماذا عنك؟ بالضبط لا يهم سأعجن عجينة جديدة كل ما علي فعله هو خلط بعض المكونات وسأسكب العجينة النهائي في مقلعة ساخنة ولقد سنعت قاعدة للبيزا رائعة ثم سأسكب الكاتشاب وأضيف الخضار الصفحية وبعض الجوب ها نحن ذا يبقى فقط الانتظار نعم من بحق الجحيم يصنع البيزا هكذا؟ للقاعدة أحتاج دقيق ذراقص فقط المحترفون مثلي يعرفون ذلك أعجن العجينة؟ والآن أنا أحتاج إلى تكوين الأساس للقيام بذلك لتبدأ العجينة بالطيران رائعة أنا أريد ذلك أيضا هياطي رأيتها العجينة حلقي أوبس لقد سقطت كل شيء متسخ الآن كيف أصلح كل شيء؟ أنا أعرف القليل من التنكر لن يضر أضع القليل من الكاتشاب والقليل من الزيتون والفلفل والمقارب ويمكنني أن ألف كل شيء معا وبالطبع أسحقهم معا كم هذا مرعب أتمنى لو لم أرى ذلك الآن تسقط الخضروات مع عجون الطماطم بيبروني وجمنا لا شيء إضافي الآن سأضع البيزا في المايكروويف وأضعها تخبز ستتحول إلى اللذاذة بشكل لا يصدق المايكروويف لا بالطبع المحبسة تكفي وسأحشر بها كل شيء أوه لا لكن هذا ليس ما كنت أتوقع لكن أنا حصلت على ما أتوقعه ومع ذلك لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك ها هي البيزا الخاصة بي وهنا خاصتي وهذه طحفتي حسنا دعونا نجرب يبدو أن أحدهم أراد أن يسمي مني هذا مريا لكن هذا يبدو جيدا سأجرب نعم والطعم لا بأس به واو هذه البيزا مثالية تماما وحتى لذيذة جدا بالطبع أنا سأفوز ومن غيري هيا بنا أريد فطائر أنا سيدة الفطائر هذا سهل سأجعل النار قوية ممتاز والآن أسكب العجينة بعناية من المهم قلبها في الوقت المناسب لا أفهم لماذا أحتاج إلى عمل الكثير من الفطائر الصغيرة بينما يمكنني صنع واحدة كبيرة بالإضافة إلى ذلك الفطيرة المعتادة مملة لكن مع مربى البرتقال ستكون خلابة ولذيذة اه ذهب مربى البرتقال نعم من كان يظن زالي حسنا سأعود فطيرة أخرى ولكن هذه المرة مع أم من دامس وأيضا مع رشات متعددة الألوان سأسكب الفطائر مع شراب القيقب واو إنهم جيدون حسنا لا يمكنني الاستسلام أنا أعرف ماذا سأفعل إذا أضفت النوتاليا إلى العجين ستتحول العجينة إلى شوكولاتية الشيء الرئيسي هو المسجوز جيد وسأضع قطع الشوكولاتة في المنتصف ممتاز والتوت لتزين الفطاء الرائع وفي الأعلى سأغطي بشراب الفرولة فقط مذهل يبدو خلاب جدا ولذيذ والشهي جاهزين إنها مخبوطة بالحظ أفضل الفطائر في العالم خاصة ستكون المفضلة لديك هذا سنكتشفه الآن هذا غير صالح للأكل ماذا عنف طائري الجدة ممم لذيذ حسنا ماذا كانت تحضر الشيف عظيم جدا لكن جدة تفازت على أي حال آخر مرحبا بالجميع أعيدكم بشيء مثير لكن أولا دعونا أن ندعي أما وميريندا إلى هنا الآن نحن جاهزون بالتأكيد أما تفضلي كما تقول لقد اخترت الزر الأيمن بالفعل مذهل وخلفه مباشرة يوجد شيء ساخن حقا فلفل حار جدا لست متأكد أنك ستحبيه ولكن لا يمكننا تغيير أي شيء الاختيار قد تم ما هذا؟ أولا؟ هل هذا فلفل أنحار؟ يكفي لم أكن أريده ماذا أفعل الآن؟ لا أعرف يمكنك التجريب لست متأكدة مما إذا كانت فكرة جيدة لكن لا يوجد بالفعل أي خيار آخر حسنا أشعر بالفعل أن جاوي الزاد سخون هنا يا له من تابوز أنا أحترق بطريقة أو بأخرى لقد فعلتها أحسنتي ميراندا كيف حالك؟ أكثر تزر بالفعل أيضا تصميمك يجعلني سعيد أعتقد أنك تستحق جائزة ماذا عن الشوكولاتة؟ تبدو فاتحا للشهية للغاية لا أستطيع المقاومة أريد فقط أكلها لم تنسى أي شيء حسنا سأتوقف عن إضاءة الوقت هذه الشوكولاتة لكي لابد لي من إعادتها آه رأسي ما هذا؟ طيب فوه هذه الشوكولاتة؟ مفاجأة سرة لا قد اتخذت للخيار الصحيح لم يغضلني حدثي لا أفهم لماذا الجوحار هنا؟ أوه مقياس الحرارة عال جدا حتى الشوكولاتة بدأت بالذوبان ماذا يحدث؟ لن يضر تشغيل مكيف الهواء ميراندا ليسا هناك القليل إنه لكي خوذي ما هذا؟ لا تشبه الشوكولاتة على الإطلاق أوه عيني أنا لا أستطيع أن أرى شيئا لا يبدو أنها تحبه ليس هناك كلمات لكن هذا ليس خطأي كل هذا بسبب أهم أنها مشتعلة يجب أن أقوم بشاء الماء بسرعة من أين يمكنني الحصول على الماء؟ حسنا كان لدي ذا الوار هنا أتمنى أن يكون كاتيا لإخماد الحريق لا أخيرا أوه كم هذا جيد جعلني أشعر بتحسن كبير لاحظت الحظ أن تهك كل شيء بشكل جيد حان الوقت للجولة الثانية ميراندا لي نبدأ معك أنا لا أمانع أنا مستعدة شجاعتك لا تتوقف عن إدهاشي لا أعرف ماذا أفعل بأدواتي التجميل هذا آمل أن تكتشفي ذلك ووو كم عدد الأشياء رائع يوجد شيئا آخر هنا أرمي بسرعة أنا ألتقت مذهل حقيبة مكيش أحب عمل المكيش يلها من ظلال وألوان لا تصدق حان الوقت لالتقاط الفشات والإبداع أنا متأكدة أنني سأحصل على تحفة فنية أنا فقط بحاجة إلى القليل من الوقت لإحيائها حسناً لن أزعجك سأذهب إلى أمه كيف الحال؟ كل شيء رائع لقد اتخذت بالفعل خياري أنا سعيد لأننا نستمر دون تأخير التالي هو مصصات الأسكمو اللذيذة بشكل لا يصدق سوف تعجبك بالتأكيد لماذا الجو بارد جداً هنا؟ ما هذا؟ هل هذا جليل؟ أوه آسي كريم أحبها مين جيد أنني حققت على الكثير أنا جاهزة لأكلها لذيذ بشكل لا يصدق شكراً لك لا أستطيع التوقف إنها تسبب الإنمان أوه أمه ليس لديك أي أتيكات على الإطلاق أهل لعنى على الأتيكات عندما يتعلق الأمر بالطعام أشعر أنني مجمدة تماماً هل لدى أحدكم بطانية؟ هاي أشعر التسفئة من فضلكم ربما أحتاج إلى الضغط على بعض الأزرار ماذا تفعلين يا أمه؟ بهذا المعدل ستكسرين كل شيء ميريندا الرجاء مساعدتي ماذا حدث؟ أوه مجفف الشعر هل يمكنني أخذه لفترة من الوقت؟ لأجل ماذا؟ كل الأسئلة لاحقان الآن أنا بحاجة لتسخيني أمه أوه يمكنني التحرك مرة أخرى ممتاز شكراً لك أوه لقد ذابت العيس كريم الخاصة بي أوه لا هذا فشل أنت لا تتعلمي يا أمه تفكرين دائماً في الطعام؟ ربما يجب إعادة مجفف الشعر لي آراء أنكم مستعدون لجولة جديدة هيا بنا أنا أضغط على الزر لنبدأ كما تريدين يا ميريندا لن أتجادل معك قبل أن نبدأ نحتاج إلى ارتداء بدلة واقية آمسكي ستحتاجيها حسناً كما تريد هذا عظيم الآن يمكننا البدء هذه الأحجار ثقيلة جداً أوه لا يمكنني رفعها آه كم هذا مؤلم مكان ذلك آه سيف لقد أسقطت عن طريق الخطأ حجرة واحدة الآن أمسكي كل شيء باقاً كم هذا مؤلمي يا أكتب النجوم تدور أمام عيني كل شيء يطير أحجار لماذا أحتاج إلى الكثير من الطب؟ إذا كان لديك إسمنت ومجرف تستطيعين بناء أي شيء قرري بنفسك أمسكي لكنني لم أبني أي شيء من قابل أنا لا أعرف حتى كيف أتعامل معها لا يبدو جيداً جداً على الرغم لدي فرصة لإظهار خيالي الغني هيا بنا نبدأ ربما سيكون مبنى فخم سأبدأ من هنا رأى هذا مثير للغاية لقد صنعت جدار بالكامل لم يكن لدي شك في قدراتك حان وقت للذهب هل هو دوري حقاً؟ يلا من سرعة حسناً سأضغط على الزر عظيم أما أنا أيضاً لدي شيء مثير لك اقترب بسرعة فرغ إلى الأمام ماذا هناك؟ ليس أفضل شعور على الإطلاق يبدو أنه تنم من رمى تحت قميسي كانت حمولة رائعة ودعاً تبقى أعطاء أما بعد الأدوات وسيتم منها أواجبي وماذا سأفعل بكل هذا؟ الآن سوف تفهمي كل شيء أمسكي إنها أدوات أطفال حسناً يمكنني اللعب في صندوق الرمل شكراً لك أعتقد أن هذا ممتع جداً أرى أنك أحبب كذلك نعم أنظر كم هو رأى ووو قرعة تاملة ما هذا بعد؟ ما رأيك ببنايتي؟ لقد حاولت جاهدة أود أن القنط رفحته هذا كل شيء لقد انتهيت هذا طب في غير مكانه سأصلحه ماذا فعلت؟ الآن كل شيء سينهار آسف أردت فقط المساعدة شكراً لقد كان مخرج إيزاً أنظر هذه كولا أجل رائع رائع إنه مدهش تماماً هذئت حتى كل هذه العلام نعم لكن أيضاً لدي زجاجة كبيرة لكن الآن تستطيع أن تحسن ذني وتغار حسناً كلمات أقل ومزيد من العمل كم أريد أن أشرب هاي في المرة القادمة كني حاضرة هذا مؤلم لكن استمر في الشرب نعم لقد بدأت لتو قالوا لك أن تكون حاضرة آسفة أنا فقط منتشية من الكولا لا نقول أنني ألومك حسناً أنت عليك أن تهدأ أيثن ودان ماذا؟ ساعدوني أنزلوني الأمل ليس متروكاً لك بعد الآن ثم أنني حصلت على فرصة لسرقة بعض الكولا كم هو الذي؟ ماذا؟ لماذا العلق فارغة؟ هذا ليس أنا؟ كيف تجرؤين؟ كانت أسوأ تجربة في حياتي وصرقت الكولا خاصتي هذا كان كله عملي إذن من لم يحلف الحظ هنا؟ غداء كامل ممتاز كيف سي المفضل لدي أنا أحب الأجنحة وأنا أحبه عندما يكون هناك الكثير منه من من لا يحب الكثير من الأجنحة؟ لكن لماذا لدي القليل؟ أنا متأكدة أنك ستمتلئين لديك أيضاً أقل من جوليا ليس عدلاً قليل لكن لذيذ جداً أخيراً سأتناول غداء العدي اللعناء أنا جائع جداً أيضاً هذه الأجنحة هي الأفضل في الوجبات السريعة لدي إذن أنني لست ممتلئة؟ أوه أرى أن إيثن لدي العديد من الأجنحة ابتعدي هذه لي لا يمتلك إيثن هذا القدر في الواقع أنا هنا حقاً لدي جبل كامل منه هل تقولي جبل كامل؟ لذلك لا تمانع إذا سرقته ما؟ ماذا حدث؟ لا يجب أن تترك طعمك دون رقابة نعم إذا دعي جوليا تعتقد أنك سرقت كل الأجنحة خوذي؟ أحسنت مهلاً أين كل أجنيحتي؟ أه؟ إذن أخذهم؟ أرأيتي؟ أيها اللس مهلاً انظروا إلى عدد البطاطس نعم ليس كثيراً لدي انظروا الجزء صغير لدي أكبر من قليل لكن لدي سلسة أكثر حدة سلسة؟ أوه ليس لدي التوابل أوه أنا أمتلك الأكثر حدة من فضلكم لن أكون الأول أنا سأكون الأولى أعتقد أنني أخطأ أوه سلسة حرة هذا كل شيء أنا ذهب إجلوس ألا سأثبت لك أنا سلسة ليست بهذه الحدة لنذهب أوه كنت خاطئة كم هو حار أهتموا أعتقد أنني بخير الآن إذن حال دورك أوه لا لكن كيف يمكنني الوصل إلى القمة؟ شكراً يدي الروبوت الأطيفة هل أنت متأكد يجب شكراً؟ هذا غريباً جداً أوه جد الكثير من السلسة هذا يكفي لا أحتاج أكثر هيا كل لا البرجية ساقط يا للأسف هذا حار أوه تمسك لا تقلق سوف يمضي واحد اثنان ثلاثة رأى هذه الكعكة المفضلة ألا فقط أعشاقهم؟ ما؟ ولدي الأكبر نعم نعم لكن أنا سأكل أولاً أوه، الطعم رائع سحري تذوب في الفن بالطبع هم صغرون جداً أحسنتي أيضاً أنا جاهزة رائحتها مجرد قصة خرافية والذوق ببساطة لا يوصف خطرت لي فكرة ها هذه أجمل أقراط رأيتها في حياتي والأكثر لذة أيضاً أوه، هؤلاء الفتيات هذه الأقراط يمكن أكلها سوف أتديهم طوال اليوم لكن هذه تم قدمها هنا ماذا؟ أين؟ من يجرؤ؟ إنها كعكة عليك أن تأكليها بالمناسبة لدي فكرة ماذا يحدث إذا صنعت كوتيلها رائعة من الكعك؟ فقط أحتاج إلى استحقيها قليلاً وألا فلا تصعد بالتأكيد إلى الخلاط الكبير سيكون هناك شيء رائع انظروا، هذا كوتيل الأزرق سيكون أكلاً وشرباً في وقت واحد يا إلهي، إلا آآ لن نمانع بشفة نعم أرجوك لا أعتقد أوه جاشع ماذا لدينا هذه المرة؟ هذا الكيس صغير جداً كل شيء يناسبني، أشياء الرئيسي وأنه لذيذ ما زلت أمتلك الأكبر، ليس لديكم مثلي توقفي عن المفاخرة لماذا لدي الصغير؟ الآن حان وقت الأكل لا أعرف لماذا البط، إذا كنت استطعت لكل شيء مرة واحدة أوافقك، أنا جائعة جداً هيا لنأكل هنا لدي أوه، أين كل الحلوة؟ يبدو أن لديك علبة فقط، لا توجد حلوة شيء أفضل من الشيء شارلوت، انظري، لديها فقط بضعة حلويات ها، لست أنا الوحيدة سيئة الحال حتى أنني لا أحب الكثير من الإيمان ديمز هل بإمكانك إعطاء القليل؟ واو، ما زلت محظوظة إذن الكيس الصغير كان به كل الحلوة هناك الكثير منهم، هناك ما يكفي لجميع، تفضلوا